وكأنها نكتة، بل هي كذلك بالفعل، لكنها من النوع السمج الذي يثير العجب والإشمئزاز من الصلف الذي يتمتع به ساسة حزب الدعوة، الذي أعلن عما سماها الإنجازات التي حققها خلال الفترة الواقعة بين 2005 و2018، وهي الفترة التي شهدت توليه رئاسة الحكومات التي تعاقبت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. القيادي في حزب الدعوة وليد الحل ولا ندري إن كان يستخف بعقولنا نحن العراقيين، أم أن أحد مستشاريه استخف بعقله وأغواه ليقول ما قاله، حين أكد أن حزبه وخلال 13 عاما قدم إنجازات وصفها بالتاريخية. قد يتفق الجميع مع الحل على أن ما قدمه حزبه كان تاريخيا، لكن الاختلاف كل الاختلاف يقع بوصفها إنجازات. فالفترة التي استحوذ فيها الحزب على السلطة كانت أكثر الفترات ظلامية ودموية في تاريخ العراق الحديث. بدءا من حكومة إبراهيم الجعفري، التي شهد العراق خلالها أكبر فتنة طائفية عصفت به. وخلفت مئات الآلاف من الضحايا والمعتقلين والمغيبين. ناتجة فرق الموت التي نشرها الحزب وأعوانه برعاية إيرانية أمريكية. ليجيء الدور على حكومة نور المالكي، التي كرست الأوضاع المزرية. وعاش معها العراقيون سنوات عجاف، انتهت بدمار شبه كامل لمحافظات بأكملها، بسبب السياسات الكارثية التي انتهجها المالكي. وما إن جاءت حكومة حيدر العبادي حتى اكتشف العراقيون حجم الفساد المهول الذي تسبب به حزب الدعوة وشركاؤه. اتبجه الحزب المعروف بتباعيته لإيران بأنه حافظ على سيانة العراق ووحدته. وليت شعري عن أي وحدة يتحدث وأي سيانة يقصد. وهم الذين مهدوا الطريق للمحتل الأمريكي ليطأ بذباباته أرض الرافدين قبل أن يسلموها إلى إيران على طبق من دم. ويقدم أسوأ نموذج لعملية سياسية بنيت على أساس محاصصي مقيت وحاولت زرع الكراهية والتفريقة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد. العراق الذي كان مضرباً للمثل في الاستقرار تحول تحت قيادة حزب الدعوة إلى كتلة ملتهبة تعصف به الكوارث كل يوم ليفقد دوره الريادي في المنطقة لمصلحة العدو المتربص في الحدود الشرقية فانفتح الباب على مصرعيه لشر مستطير ما زالت شعوب المنطقة كلها تدفع ثمنه بأي جراءة بل ووقاحة يتحدث هؤلاء عن إنجازاتهم بينما تثبت الدراسات والتقارير الدولية بشكل متواصل الواقع السيء الذي يعيشه العراق اليوم سياسياً واقتصادياً وأمنياً حيث يضرب التخلف في كل مفاصل الدولة فلا تعليم ولا صحة ولا قضاء ولا خدمات بينما يرتع الفاسدون دون عقاب بل ويتسلمون أعلى المناصب متمتعين بحصانة من الحزب الذي قاد وما يزال عملية التدمير الممنهج للعراق خدمة لأسياده الذين يأمرونه من خلف الحدود